كل سنة حضوك طيبين نهاردة أول أيام فصل الخريف ودائما مع تقلب الفصول وتحديدا مع دخول فصل الخريف والشتاب يكون فيه نوع من الاكتئاب تغير الحالة المزاجية للناس عشان ما نكبرش الموضوع نقول اكتئاب لكن الناس ما تفقاش مرتاحة نفسيا بتبقى عادة متضايقة فيه حاجة طبعا مش كل الناس أكيد بتصاب باكتئاب الخريف لكن فيه بعض الشواهد كده تؤكد أنك مصاب بالفعل بهذا الاكتئاب اللي هو اكتئاب الخريف مع بداية دخول هذا الفصل انك تحس كده ان فيه خمول فيه كسل ما فيش طاقة انت مش قادر مش نشيط بتميل للنوم أكتر بتميل للأكل أكتر وتحديدا أكل النشويات اللي ممكن يؤدي في النهاية لذات الوزن كل هذه الأمور برأي الخبراء والأطباء بيقولوا انه فيه بعض الناس بتصاب بالفعل بالاكتئاب ودي بالفعل اكتئاب الخريف ودي بالفعل هي أعراض هذا الاكتئاب بعض الناس بيقولوا ان الدول أو فيه بعض التوقيتات معينة كده الدول بعيدة عن خط الاستواء دي من أكتر الدول اللي برضو الناس اللي فيها بيصابوا بالاكتئاب وده ليه لأنه ما فيش تعرض للشمس غياب الشمس عشعة الشمس بيؤدي برضو لاكتئاب الخريف عشان كده بعض الأطباء بينصح يا بسانت ان احنا نتعرض للدوق يعني فيه بعض الأطباء يقولوا انه من علاج اكتئاب الخريف انك تتعرض للدوق من 30 ل 45 دي ايومية فسؤالنا بيقول مع أول أيام فاصل الخريف ازاي بتتعامل مع الناس اللي مزاجها بيتغير مع تغيير فصول السن ازاي بسانت؟ يعني خليني اقولك على حاجة مبدئيا طبعا خلينا نعترف اعتراف كده انه ما فيش فاصل أحلى مفاصل الصيف مش عشان درجات الحرارة اكيد بتبقى عالية شوية فده بيقرقنا شوية لا الصيف لانه الصيف بيبقى فيه اجازات شوية الناس تعرف تسافر بتعرف تاخد اجازات الحاجات دي بتبقى لطيفة قوي لكن انا من الناس اللي شخصيا بحب جدا جدا فاصل الخريف هتستغربني شوية لكن انا بحس ان فاصل الخريف من اجمل فصول السنة الناس بتعتقد ان الربيع يمكن من الفصول الكويسة لانه بيبتدي يطلع فيه الظهور لكن لو بنتكلم علمية احنا كلنا بيبقى عندنا جيوب أمفية وأنفلونزا وبيجينا حاسيسية وطول الوقت بنبقى تعبنين وفي نفس الوقت الشتاء كمان من الفصول اللي بيبقى طول الوقت عندنا مناعة قليلة فيه بسبب البرد الشديد وكمان احنا بقينا شوية البرد عندنا شديد الخريف الحقيقة هو من الفصول اللي جواها كده حلو بيفكرت كده بأفلام زمان وأغني زمان ودرجة الحرارة بتبتدي تنزل شوية لكن مش برد قوي لسه بردو بتلبس اللبس الشيك اللي هو بتاع الشتاء الشيك ده اللي كنا بنلبسه من كم سنة فاتت قادر ان انت تمشي في الشارع ما فيش بقى الرياح والعواصف والأمطار اللي بيمكن بنتعرض لها أكتر في فاصل الشتاء انا بحس ان الخريف من أجمل الفصول كمان النهار بيبقى متساوي مع الليل فانت عندك يومك بيبقى مظبوط انت عارف انه الساعة مثلا خمسة النهار هيبتدي أو الشمسة بتغرب شوية فهتبتدي لو انت مثلا وراك حاجة بالليل تعملها هترجع البيت بدري وهتقضي وقت مع أهلك انا بحس الخريف من الفصول اللي فيها ألفة وفيها معناها بالنسبة لي عيلة انا كمان من الناس العيد ميلادي في الخريفة يمكن عشان كده عندي ارتباط بيه حلو قوي بيمثلي ذكريات كمان حلو قوي فانا من الناس انا من الناس وبعتقد ان في ناس كتير ممكن كمان تبقى بتحب فصل الخريف انت عارف ان كلمة خريف جاية من كلمة يمكن خرف شوية اللي هي مرحلة ما بعد الشباب فيمكن عشان كده الاسم نفسه أو المعنى نفسه بيخلي الناس تنفر من الفصل ده شوية لكن في الحقيقة لو فكرت فيها هتلاقي فصل حلو قوي انا من الناس اللي بحبه جدا انت بتحبه وحكيلي انا بحب الخريف وبيجيلك تياب الخريف بس يعني ما بيطولش يعني ممكن يوم يومين كده بقاعد متضايق في بداية فصل الخريف وما بيطولش يعني الجرح بيلم بصورة جرح جويل اه ما بيطولش معاي على طول لان هم يومين وخلاص لكن انا من الناس اللي دايما بحب الجو اللي فيه هوا بحب المطرة بحب تساقط الورق الشجر بحب أنا الحاجات دي او احب جو المطرة فعلا والشتاة والساقة والكلام ده كله عشان ما بحبش طبعا الجزء التاني اللي هو فصل الصيف والحر والكلام ده فازاي نتغلب على اكتئاب الخريف فيه مجموعة كده من الحاجات ممكن نعملها زي ما قلت لحضراتكم العلاج بالضوء ممكن نمارس الرياضة ممكن نستمتع بالطبيعة الناس اللي حواليك كمان عليهم مهمة كبيرة جدا فيه ان هم يخرجوك من هذه الحالة عشان ما تطولش هذه الحالة وتضطر في النهاية انت تروح لدكتور والنهاية تدخل فيه علاج بقى وانت نفسك هتحس انتك متداق لانك بتروح لدكتور نفسي عشان يعالجك من كده انها حاجة بسيطة جدا في الاول في الاخر اكتئاب الخريف ده حاجة بسيطة جدا 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 ممكن تتعالج من الناس المحيطين بيك انهم ما يعودوا يتكلموا معاك انت كمان ممكن تمارس الرياضة تفتح الشبابيك باستمرار تتعرض للشمس كل الحاجات دي بتساعد الانسان على انه ما يدخلش قوي في اكتئاب الخريف او انه يخرج منه بسرعة كمان يمكن كمان الخريف عشان هيبتدي او ابتدى النهاردة بالفعل وهينتهي في ال 22 من ديسمبر فده وقت يمكن كفاية كمان للناس اللي عندها يمكن او بتعاني من الاكتئاب ان هي تتأقلم شوية مع اختلاف الفصول تتأقلم شوية مع الفصل ده فزي ما انت قلت يمكن الماشي في الشارع من الحاجات الكويسة التعارض للشمس كمان من الحاجات الكويسة اختيار كمان الاكلات المناسبة يا شازلي لكل فصل من الحاجات اللي ممكن يخلي الانسان او حدة احساسه بتغيير الفصول تقل طبعا الكرومب احنا دخلنا على موسم الكرومب بالزبط ماشي الكرومب والشتاء والحاجات اللي بتدف دي بالزبط اه والعدس والحاجات دي ممكن تنسين اي حاجة على فكرة اه الله عدس جميل فكرتني بحاجات حلوة على عموم احنا مهتمين نعرف من حضراتكم انتو كمان مع اول ايام فصل الخريف بتعمل ايه مع الناس اللي مزاجهم بتتغير مع تغيير فصول السنة ده سؤالنا الموجودة على صفحتنا على فيسبوك ومنتظرين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها النهاردة ان شاء الله في خلال الحلقة جمعة مباركة على حضراتكم بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر